السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنهاردة ان شاء الله نتكلم على برنامج شوكيس هو واحد برامج وطو ديسك هو متخصف في الإظهار المعمري يعني هو برنامج مش زي 3D Max متوسع لا ده هو برنامج متخصص في الإظهار المعمري لما اجي افتح الملف 3D لما اجي من File وقوله Import او اجي هنا وقوله Open File وروح مختار الملف اللي انا هبدأ اشتغل عليه تمام وابدأ اشوف الملف هتلاقي بدي كترة موجودة زي DWG زي IAV زي STB بعد كده بقوله Environment بابدأ اختار الخلفية اللي انا هبدأ اشتغل عليها يعني ممكن يكون انت مثلا اعيز خلفية زي زرع مثلا او MT مجرد ان انت تدوس عليها هتبدأ تتحمل معك هتلاقي بالشكل دوت طيب انا مش عايز حاجة دلوقتي اقوله Ctrl Z تراجع طيب بعد كده بدخل في موضوع الإضاءة وابدأ اضع adjust lighting بقوله مثلا انا اعيز مثلا اشادو مجرد ان نتسف اي مكان وحرك الماوس ده اللي بغير اللي ضعه زي ما انت شايف مجرد انها بدأت بالماوس وبحرك الماوس بلاقي الظل اللي بدأ يتغير معي واللاتين كذلك بعد جهة خلف فيجول ستايل دي بقول مثلا انا عايز صورة تكون درجة تضحد ايه اللي انا عايز حاجة كويسة باختار تريكينج بابدأ اختار ايه الحاجة اللي انا شغل بها وكل مرة بتلاقي المنظر نفسه بدأ يختلف تعم؟ اما بس الجهاز تعبان اي حاجة من حاجاتي اجربها بتهنج الحاجة على طول من هنا بابدأ اختار الماتيريال او ممكن انا اعمل سيليكت على اي عنصر وليكن مثلا السقف مجرد انا عملت عليه سيليكت ادوس ام تلاقي يبدأ يقول اختار الماتيريال مجرد انا باختار الماتيريال بتبدأ اللون يتغيره وباخد الماتيريال اللي انا لسه مختارها دلوقتي تمام؟ فزي ما انتشاف التعديل سهل جدا وبسيط وما بيخدش من هنا وقت وما فيش تضرار كترة لغبة تيكون لها اصلا ايه حاجات بسيطة لان هي متخصص في المعمري او ده صراحة اصغر مشروع لقيت ان انا ممكن نتكلم فيه بس برضو جاز معاني الجامد والله المستعين يعني لو شغال على برامج اوتا ديسك بتلاقي نفس القائم الموجودة في البرامج زي الريفت او زي اوتو كاد مش هتلاقي اختلاف مش هتلاقي حاجة يعني حاجة صعبة لا بتلاقي الوجهات قريبة من بعض ممكن نقول له كريس شوت ممكن نعمل به فيديو احرك الكاميرا في اي مكان بس دي ان شاء الله نشوفها في الدروس اللي جاي بعد كده عمر سلي